عقد يوسف كان من 2018-2019 لـ 22-23 عقد انتهى بنهاية موسم 22-23 عقده كان عقد قليل جداً عقده كان 40-50-60-70-80 آخر سنة كانت 80 ألف جنيه حقيقة أن الناس عرضت علينا ما فيش حد عرض علينا اتعرض علينا بعد ما كان يوسف وقع لنادي بيرمدز بالفعل والكلام ده كان في منتصف شهر خمسة واحنا كنا بنتكلم في موضوع دوت من شهر عشرة موسم 22-23 كان قبل مباراة السوبر في الإمارات أمام النادي الأهلي واتعرض علينا عرض واحد بس هو اللي احنا سمعناه ساعتها كان عرض عبارة عن مليون ونص في السنة والعرض دوت قلنا ان احنا آخر السنة ليبقى لينا لسه كلام تاني لسه عندنا شهر عشرة لسه عندنا من شهر عشرة لشهر تمانية يبقى عندنا فرصة كويسة جداً ان احنا نتكلم في العرض دوت وما نضغطش على اللاعب نخليه يشتغل وهو كان شغال في الفترة دي بشكل كويس جداً وبالتالي أجلنا منقشة التجديد لبعد انتهاء السنة لكن الأحداث بقى اللي حصلت النتائج السيئة مع رحيل مجلس ادارة مع رحيل المشرف على الكورة مع رحيل مجلس ادارات نادي الزمالك هنا المفاوضات ما بقاش فيه مفاوضات او ما بقاش فيه حد تقدر تتكلم معاه في تجديد كل اللي كانوا موجودين ساعتها كانوا بيتكلموا مالهمش كانش حد ليه صفة يعني ان انت تتكلم معاه في عقد وتتناقش في عرض وكده حتى كل اللي كانوا موجودين تقريبا قال لك احنا مناش علاقة بموضوع التجديد لان احنا مش منوطين ان احنا نتكلم في تجديد زي مثلا الكابتن عبدالواحد السيد كان مدير الكورة واول واحد انا قلت له عشان تبقى عندك معلومة احنا كان موضوع التجديد مؤجل لنهاية الموسم فقال لي انا مش منوط بموضوع التجديد او انا مش من هيئة مثلا او من لجنة التعاقدات اللي ممكن اتكلم في التجديد وبالتالي طبعا ما كانش في حد تقدر تتكلم معه في موضوع تجديد اتعرض علينا من زي ما قلت لك حتى لما اتعرض علينا بعد شهر خمسة كان اتعرض علينا من اشخاص ليس لهم صفة تعاقدية في نادي الزمالك يعني محدش هيوقع قدامك تعاقد او محدش زو صفة تنفيذية في نادي الزمالك وبالتالي الموضوع بالنسبة لنا كأنه لم يكن وكان بالفعل يوسف وقع في نهاية شهر خمسة لا الموضوع ما كانش لي علاقة بالجوانب المادية خالص الموضوع كان لي علاقة بالجوانب الفنية احنا كنا شايفين ان هو ممكن يروح هناك يبقى عنده رغبة جديدة ودافع جديد وحافظ جديد ان هو يشارك خصوصا ان ما كانش فيه عرض اصلا يعني العرض اللي كان موجود من الزمالك ما كانش حد يعني ليس صفة ساعتها تعقودة في نادي الزمالك وبالتالي احنا فضلنا عرض بيرامدز لان هما اول ناس بالفعل تكلموا كمان معانا من فترة كبيرة جدا يعني الكلام كان موجود من شهر 12 في نفس السنة واحنا قلنا لا احنا بندى الاولوية لنادي الزمالك وبندى مساحة من الوقت النادي الزمالك اللي الحقيقة يعني المساحة من الوقت اللي احنا سبناها لحد نهاية شهر خمسة ما كانش فيه حد زي ما قلتدك نقدر نتعاد معاه انا عارف ان اللعب في بيرامدز صعب يعني السكواد اللي في بيرامدز او لعبة اللي موجودة في بيرامدز في اماكن يوسف اللي موجودة عارف انه فيها صعوبة انه هو يشارك لكن هو بياخد على فترات الناس مقتنعة به جدا الناس مصدقية المدير الفني مقتنع به هو دايما خيار من الخيارات ساعت بيقاب يشارك برغم المشاركة فترات قليلة لكن هو عنده حلول هناك عنده يقدر يلعب نحت اليمين يقدر يلعب نحت الشمال يقدر مهاجم صريح فاحنا المنافسة بالنسبة النا ان احنا مش مقيدين ان احنا نلعب في مكان واحد احنا نقدر نلعب اكتر من مكان لسه صغير لسه خبراته ان شاء الله هتزيد خلال المرحلة اللي جاية هيشارك ان شاء الله باذن الله وهيبقى لي شكل خلال الفترة الجامعة انا اولاد نادي الزمالك لو لينا نصيب نرجع في اي يوم هنرجع ان شاء الله وما فيش شك لكن الانتقاط ده لان الناس مش عارفة حقيقة الامر لان اللي بتصدر للإعلام حاجة والحقيقية حاجتين زي ما اقولت لك ان احنا لما تعرض علينا ما تعرضش علينا حد بصفة عقدية ملوش حد ملوش يعني اللي تكلموا عنا ملومش ملومش صفة بالنسبة يعني انا كأوسامة اللي عشت في نادي الزمالك بالنسبة لي هو ملوش صفة ان هو يتعقد او ان هو يتكلم في عقد لعيب وكل الاهداف اللي كانت بتحصل كلها ان اللاعب يوقع بس عشان التاني ياخد الشول الإعلامي اللي هو انا خلت لوكو يوسف وسيف يوقعو وكل الكلام ده كان بالنسبة لنا كلام واهي ملوش علاقة بان ده صاحب صفة التنفيذية في نادي الزمالك وبالتالي ابتعدوا اللعيبة او ابتعد يوسف عن ده حتة الانتقاد ان يوسف ماشي راح بيرامدس زي ما اقولت لك الناس مش عارفها الحقيقة وده مهم جدا ان احنا وضحه ان شاء الله لو لينا نصيب نرجع مرة تانية ان شاء الله بإذن الله هنرجع ان شاء الله هنرجع يعني لو لينا نصيب نرجع هنرجع بإذن الله انا ما اعتقدش ان هو يعني يروح الاهلي في الفترة دي لان طبعا هو متعاقد مع نادي بيرامدس وزي ما قلت لك ان نادي الزمالك بيتنا ومكاننا وان شاء الله لو لينا نصيب نرجع هنرجع تاني نادي الزمالك ان شاء الله اشتركوا في القناة